ايها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الحضرات لا تبنى إلا بالعمل بسواعد شبابها بنشاطهم بقوتهم على تحمل أعباء العمل واحتياجات العمل وخطورة العمل والأمم لا تقوم وتنهض إلا بسواعد شبابها بنشاطهم وعملهم ونجاحهم والأسرة التي لا تنشط للعمل أسرة لا بد أن تمد يدها والفرض إذا لم ينشط للعمل ويسعى لطلب الرزق لا بد أن يحتاج ولا بد أن ينظر إلى غيره ليعتمد عليه لذلك عظم الإسلام شأن العمل وجعل العمل عبادة ولننتبه إلى هذه اللفظة العمل عبادة نعم لأن الإنسان يكف نفسه عن مسألة الناس لأن الإنسان يقضي حوائج الضعاف الذين يقوم على شأنهم لأن الإنسان يسعى لأن يكون عزيز النفس قوياً لا يعتمد على الآخرين هذا جزء من حياة الإنسان لذلك الكرآن الكريم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون قضيت الصلاة وهذه عبادة ننتشر في الأرض لطلب الرزق فالرزق قصيم للعبادة هكذا جعله الكرآن الكريم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الصحابة كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر شاب يسرع الخطى إلى عمله فقالوا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمل هذا لو كان في سبيل الله يعني ليت حركة هذا الشاب في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يخرج ليسعى على أولاده فهو في سبيل الله وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ليعفهما فهو في سبيل الله وإن خرجه يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله نقى لهم نقلة أخرى هم ظنوا أن حركة هذا الشاب وهو يسعى إلى العمل لا يؤجر عليها لأنها ليست في سبيل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يصحح المفاهيم وهو الذي يضع القواعد لهذا الدين وهو الذي يصلح من أغلاط العقول ويبين الصحيحة من الضعيف في الفهم والفكر والرأي صلوات ربي وسلامه عليه بيّن لهم أن سعي هذا الشاب على أبنائه أو على أبويه أو حتى على نفسه ليكفها عن المسألة فهو في سبيل الله إذن هو مأجور عليها إذن هو سيأخذ حسنات على هذا إذن السعي على العمل عبادة من العبادات لأن العبادات العبادات يجني بها الإنسان الحسنات وكذلك السعي على العمل الحلال يجني الإنسان به الحسنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرضى لإنسان يجلس متواكلا على غيره يمد يده إلى غيره فبيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل خير له أن يذهب يحمل حبله على ظهره يحتطب ليتكسب ليعيش بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه الإسلام يريد من الشباب أن يكون أعزة يريد من الإنسان أن يكون عفيف النفس لذلك أنت تعجب عندما تجد شابا فتيا في مقتبل عمره يمد يده إلى والده يأخذ مصروفا لا يعتمد على نفسه في الكسب بل ربما يكون عند الرجل أولاد وأسرة وهو يتكاسل عن الكسب الحلال لهم الإسلام لا يريد ذلك سيد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لا يقعدن أحدكم ويقول سأرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة سيدنا عمر يريد منا أن نتحرك يريد من الشباب أن يتحركوا للكسب الحلال العمل عنوان المجد والعمل أساس البناء والعمل أساس القوة أمة لا تعمل أمة ضعيفة شباب لا يعمل شباب ضعيف لا تقوم أبدا عليه أمة لذلك لا بد أن ننشط إلى العمل الحلال ومع العمل العبادة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا هذا هو التوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة نسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا وأن ينور شبابنا إلى كل جميل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته